مرحبا اليوم حديث خاص موجه الى الاخوة الكرت في سوريا عم نتقاتل ونحكي ونحن عاملين مشروع ونحن عاملين مشروع وبصير وما بصير وفيدرال يعني نحكي ليش نحن عم نعمل هيك وشو وشو بزهننا حتى يعني ما نبقى مستغرقين في هذا الصراع الوجود الكردي في سوريا هذا تقريبا خرقته هاي المناطق فيها اغلبية خمسين زايد واحد هيك طيب اذا نحن اليوم عم ينفخوا بالقضية الكردية بدن يعملو دولي طيب اذا نحن اليوم عملنا عطينا هاي المناطق استقلالة وعمل الدولة نحن اول شي من فصلي قول وصلنا هون هدول وهون وصلة كمان عطيناهم وصلة طريق صار الدولة هيدي هيك 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 شو اللي بيمنع تركيا تاني يوم تحتلة اذا نحن حدودنا محن عدائية ونحن متقاتلين وإلى آخرية شو اللي بيمنع تركيا تاني يوم تحتلة يعني القضية الكردية ما بتنحل بها الطريقة مين اللي عم ينفخ فيها اللي عم ينفخ فيها مين الناس قلهم مصلحة يعملوا امارة مش مصلحتهم القضية الكردية كم شيخ عشيرة كردي وكم شيخ عشيرة سوري عربي بدن يعملوا شو يعملوا امارة يسرقوا النفط ويعملوا امارة بعض قطة عمللني مشروع فدرالية ونحن قلنا استقلال ذاتي مش هنعمل امير عليك مش هنركب على قضيتك يوم اللي كانوا عم يحربوا داعش مين مات مات ابنك وابني مات الفقير مين اللي استفاد الأمراء اللي هلأ قاعدين وعم يحكوا وعم ينفخوا في هذه القضية فالقضية الكردية في سوريا إما أنه مثلا تتاخد شقفة مثل ما قلنا هذا اللي عم نحكي عليه فدرالية بالطريقة اللي عم تحكوا فيها ما بتصير ما بتصبط ومرفوضة ليش مرفوضة عن الكون ليش مرفوضة توزع الكرد في العالم في الشرق والأوسط هذا هاي خريطة التوزع الكرد إذا نحن متفاقلين كتير ودنا نعمل متل ما حكينا يعاد وفق القانون التوليد نعمل استفتاء المناطق اللي بتاخد اللي بتصوت على الانفصال تنفصيل يعني بيكون فيها خمسين زائد واحد يريدون الانفصال هذا يتطلب مش بس إرادة الناس يتطلب توافق دولي يعني يقولوا الدول أنه نحن سنعيد رسم خريطة المنطقة خريطة المنطقة بحيث يتعبر عن الديمغرافيا القومية يعني تقريبا أنه اللي بدهم تركيا بيدلوا بتركيا اللي بدهم كردستان بياخدوا كردستان اللي بدهم دولة عربية بيعملوا دولة عربية اللي بدهم دولة فارسية بيعمل دولة فارسية هذا إذا الدول وافقت ورضيت معكم يعني أنه قررت الأمم التحدي تنظم تنظم أغلبية تنظم انتخابات وتشوف الأغلبية زائد واحد تريد الاستقلال لأنه أنا متأكد أنه كثير من كرد تركيا ما بدهم الاستقلال لنفطرد كلهم وافقوا بأحسن الاحتمالات بأحسن الاحتمالات كلهم وافقوا وله حتقوم معكم كردستان هاي هذه هي كردستان اللي فيها أغلبية خمسين زائد واحد متحدة متصلة هذا هلد ماشي ماشي طير إذا نحنا كنا متفاقلين كتير وسعنا يعني عطيناهم مش خمسين أربعين أربعين بالمية كرد عطيناهم مع تبادل أراضي وتبادل مدري شو هدول يتبادل هدول وإلى آخر يخود منها يعطيني منها ضميناهم كلهم وسعناها هلان آمد كردستان هاي دي كردستان اللي ممكن تقوم بهذه الطريقة طيب إذا كان نحنا تسامحنا كتير معهم أنا مثلا كرم أخلاق مني قلنا للأخي هاي دي كاللتعنا وزيادة اللي احنا نعطيكم وصلي للبحر تركيا بترضى أنا أنا مني كرم كرم أخلاق مني يقول لك خود ميناء على البحر لأن الدولة بدأ ميناء هاي الدولة قابلة إنها تعيش لأن وصار إلى ميناء وصار إلى آخرين شوفوا إن القضية ليس علاقة بسوريا يعني النسبة لسوريا ما كتير مؤسرة على سوريا ما بتهمة كتير يعني سوريا إذن هاي دي كردستان اللي ممكن تقوم بناء على شو بعدها إذا تؤمن توافق دولي وإذا قبل الأمم المتحدة تعمل وإلا بدأ تقوم بطريقة تانية لدى الحرب أنا بعتقد إنه ستكون مكلفة جدا ولن تستطيع الاستمرار لح تتقطع يعني بده يحارب الإيراني بده يحارب العربي بده يحارب التركي والغرب عم يشتغل عليها ليش لدل نحن عمان نتقاتل ونحن محكومين بالسيطرة محكومين بالسيطرة بينما نحن مخططنا كان إنه غير هيك تماما إنه نحن هاي سوريا منقيم فيها دولة مركزية قوية قادرة ويكون كرد فيهم فيهم حقوقهم الثقافية كاملة قلنا حقوق ثقافية والعراق أيضا تكون دولة موحدة وقلهم حقوق الثقافية وإيران تصير دولة ديمقراطية والكرد قلهم يعني حقوقهم الثقافية والناضل بتركيا لتحقيق الحقوق الثقافية للشعب الكردي في تركيا وقت بتقوم ديمقراطية هون وديمقراطية هون وهون وهون يعني نخلص من نظام المدالي من العنصرية التركية وبسورية ستصير فيه تعاون اقليمي هذا التعاون الاقليمي بيكون الكرد هن الحامل الاساسي لان هن منتشرين بهذا الاربع دول ايران قلت مصلحة تعمل نفوذ على توصل للمتوسط تركيا قلت مصلحة تتوسط على جنوب نحن قلنا مصلحة نتوحد ونعيد بنا بالدولتنا ونعيد بنا والكرد قللهم مصلحة يتطور باتجاه العالمي باتجاه الاتحادات اذا نحن ممكن نشكل تدريجيا من خلال الاربع دول نشكل تعاون اقليمي وتضم معنا الاردن وفلسطين يعني اسرائيل ولبنان فهيدي الدولة الممكن تصير دولة الشرق اوسطية الكبيرة ممكن تصير اتحاد اقليمي واسع يضم اربع قوميات شو من حقيق؟ كل واحد هدفهم الكرد يتوحدوا وعندهم استقلالهم الثقافي وصاروا كتلة كبيرة 30-35-40 مليون ما بعرفت ديش موجود بالمنطقة يعني بين 35 رقم الاقرب لكذا 35 مليون توحدوا حقوق ثقافية قائمة تركيا امنت وجودها استراتيجي ايران امنت وجودها استراتيجي العرب امنوا وجودها استراتيجي مين انظر؟ انظر الدول الطامعة اليوم الروسي بده يشتري ناس الصيني بده يشتري ناس الامريكي بده يشتري ناس البريطاني بده يشتري ناس وعم يخلونا مختلفين ومتصارعين لحتى ما تؤمننا ايمن بينما الحل اللي نحن عم نطرحه هو اتحاد اقليمي يضم اربع قوميات من خلال مسار ديمقراطي يحترم حقوق الانسان ويحترم التعددية والحقوق الثقافية وليس مسار تقسيمي مسار اتحادي مش منقسم سوريا ومنقسم العراق ومنقسم ايران ومنقسم تركيا ومنتقاتلنا مئة سنين حتى نبني اي شغلة يعني لا نمشي بمسار انساني اقليمي واسع ليس فيه عنصرية قومية هذا المسار الديمقراطي الحقيقي الاتحادي الحقيقي مش اللي طرحته قسد هذا المسار الممكن يخلق يخلق منطقة قوية وقادرة ولا يمكن انها تكون تابعة لحدا يعني يصير عندنا تواجد اقليمي قوي وجود اقليمي قوي وهذا يعطي لتاريخنا استمرار تاريخ العيش المشترك استمرار كمنافس ولاعب أساسي في القوى العالمية كثقافة شرق أوسطية انتجت الديانات وانتجت الإسلام وانتجت إلى آخرية في شي يجمعنا في تاريخ وفي ديانات وفي ثقافة مشتركة هذا الشي اللي بيخلينا أقوياء وقادرين ونعمل دولة رفاهية ويصير لنا وجود في العالم ولا أحدا يضطهدنا ولا أحدا يلعب فينا فهذا هو المشروع اللي نحن عمى يعني نشتغل عليه ونحن عايشين من خلاله وشايفينه وتتحقق حقوق جميع شعوب المنطقة من خلال اتحاد اقليمي تزدهر المنطقة من خلال اتحاد اقليمي تركي مع السوري مع هاي العنصرية والقتال والاقتتال هذا شغل استعماري شغل واحد بده سيطر على المنطقة بده هاي المنطقة تدلم دم رده الخط عقلو ان كان غربي ولا ان كان شريعي ان كان روسي ولا ان كان صيني ولا ان كان مشو اللي هم يلعبوا فينا لأنه فيه كم واحد بدهن أمارات ما بدهن شعوبهم بدهن يركبوا عليك وعليه على القضية تبعتنا وتبعتك عملوا لك قضية لا يركبوا عليها جحشي على قدوا في النهاية انت مضطهد من قبلون انت مسروق من قبلون انت للموت وهن للحكم انت للجوع وانت بتناضلوا بتصدقوا هاي دعايات والايديولوجيات والمدري شو وبصير اللي بيوقف ضدهم بصير عنصري يا عمي اللي مو عنصري بيفكر باتحاد أقليمي اللي بيفهم بالتاريخ بيفكر باتحاد أقليمي اللي شايف العالم كيف ماشي بيفكر باتحاد أقليمي ليس هناك مكان للضعيف ولا للصغير في هذا العالم الثقافات كلها الصغيرة عم تنقرض عم تصفى الثقافات الكبرى الثقافات الكبرى هي اللي عم استمر في اتجاه العالمي واللي بينمحها من التاريخي بينمحها الصغير بينمحها ومندعيس ما في مجال للصغير اليوم فبدالما تشدوا كل واحد يشد كيف هو خلينا عم نشتغل على سورية ديمقراطية حرة لكافة مكوناتها ضمن خط استراتيجي لتكون علاقاتها مميزة مع العراق والأردن واللبنان وتركيا وإيران كشعوب بانتظار نضوج تحولات في تركيا وفي إيران لكي تنتهي إلى قيام اتحاد اقتصادي أولا سوق مشتركي وبعدين أمني وبعدين سياسي وبعدين 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 بصير فيه اتحاد كبير لأربع قوميات كبرى يحقق كل قومية منهم ذاتية الثقافية ضمن هذا الاتحاد مع رافعة اقتصادية قوية وقادرة وتعدد بصير فيه عندنا أربع قوميات كبرى اللي هي التركمان الكرد الفرس العرب بإذا الدول الخليج بتفوت معنا بتصير يعني قوة إقليمية تضاهي دولة عزمة وبالتالي بصير ننطالب بحق فيتو في ننطالب نصير مع بعضنا بننجح صراعنا ضد بعضنا اللي هلأ عم يصير واللي هلأ عم تشتغلوا عليه انتو هذا الصراع هو صراع استعماري هذا ما يريده الاستعمار الآن عم حاربكم عم حارب دول مستعمرة دمرت وقسمت وقتلت وتحتل وتلعب فينا هذا العمال عم حاربه أنا هذا بشروعي وهذا اللي بشوفه هكذا تحل القضايا في المنطقة هكذا نتجه إلى الحضارة من دون عنصرية ومن دون طائفية ومن دون صراعات لا تنتهي نحن نتصارع على كل شيء على كل كلمة وعلى كل شبر بالأرض ولحنفوت بدماء طويلة عريضة لن تنتهي بنا إلا مزيد من الانحضات كردا وعربا وتركمانا وإيرانا وفرسا للأسف تركيا عنصر هدام إيران عنصر هدام وما بدي الكرد يلعبوا دور هدام أيضا يغزي هذا الدور الهدام ولا العربي لعبوا هذا الدور نحن مصررين على سوريا موحدة سوريا ديمقراطية كبداية لأنه هي نواة هذا الحلف كبداية لإقامة تحالف إقليمي كبير على أساس ديمقراطية وعساس غيرهم سوريا هذا هو المشروع الذي أرى صح e حارب اليوم منفصار الكردي لأنني أرى الحق الصحيح لأنك تحارب هنا وترجع تحارب هنا وتحارب هنا وتخسر وتخسر وتخقسر وتخسر وتخسر ومن يستفيد؟ تستفيد الدول المتدخلة فهذا المتحدة التي قلت بها في الناحية أنا لست عنصريا ولا أكره الكرد بالعكس سركون التحالف كما كان في التاريخ مفيد وفعال أما هذه العقلية اللي عم تشتغلوا عليها أنتوا عقلية الاستقواء بالأجنبي اللي تأكل حق جارك هذا الحكيمة وظابط لا يثبط معك ولا يثبط نعيم في النهاية تخسر أنت وجارك وبيستفيد الأجنبي يتبع اشتركوا في القناة